تيه اللي جابك هنا؟ بطلت تكلمها وكلمني أنا نعم خير يا أم حضرتك عايزة مالك يا سعب إيه اللي جرالك يا ابني؟ فين تبتك؟ فين حنيت قلبك؟ مالهمش لازمة مع الواطين والخوانا لا يا ابني مش معنى إنك إنت غلطت مرة تتمادة في الغلط وتغلط أكتر وإيه الغلط اللي أنا عملته دلوقتي؟ مانا روحت وخركتها زي ما عدت حضرتك بالزبط وودتها على بيتها معززة مكرمة معززة مكرمة وأنت بتضربها؟ كل راجل ولو طريقته مع امراته لا بقى يا سعد حرم عليك يا ابني إحنا منعملش ببنات للناس كده ونعزبهم معنا وهي دي بنت نس؟ أنا بسمع لكش تغلط في أهلي مش كده يا سعد عيب يا ابني وهم دول يعرفوا العيب دول ناس لماما سايفة سايفة قلت أنا وأطلت لسانه ولو فتحت بوقك بكلمة تانية حمدي إيدي عليكي إيه؟ هي حصلت تضربها قدامي كمان واكسر لها دماغة كمان أنا خلاص ذهقت منها خلاص يا أخي طلقها أول ما تولد حرملها ورقتها ورميها في الشارع زي الكلاب وعلى أي كل ده ما تطلقني من دلوقتي وكمل حملي في بيت أهلي محدش يصرف على ابني غيري حتى هو في بطنك يبقى تعملها كويس لحد ما تتطلقوا لو ما كانتش عشانها يا ابني عشان خاطر ابنا اللي في بطنها استحملها شوية لو الولد ينزل معاق هحاول يا أمي يلا استهانم عشان روح بيتنا لا مش هروح معاك ما تكننينيش وتخلي أعصابي تفلت يلا من سكات قلت لها يعني لا استهدي بالله يا بنتي وعد أيام الحملة دي على خير وسلام ولما تقومي بالسلام إن شاء الله يفرجها ربنا الطريعة دي عمري هيتأذف قبل حتى ما تكمل حملي يلا يا رشا يلا ما تخلنيش أخرج عن شعوري أصلي خاطر يا سعد سيم والنبي طن تخلي سيمني أبني إيه بك تخلي سيمني سعد يا أخي كفاية كده بقى حسب عليها ملهاش خاطر عندي يلا استهانم يلا بقولي يلا قدامي على مهلك عليها يا سعد سلام يا أمي سلام تملك بيتأسل قلبك ده ليه يا ابني حرام عليك يا رب يا رب هون انتقامك عليهم يا رب اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا إله يا رب يا عصالت عصالت تروح تشتكيني لأمي ما انت ملكش كبير ومحتاج حد يعقلك ويركعك عن اللي انت فيه ليه؟ شايفاني مجنون ولا ايه؟ انت عدت مرحلة الجنون دي من زمان اخراسي اه انت اللي تجننتي لما تخيلت ان الممكن تتحكيم فيا وتتحكي علي انت اللي تحكت علي فهمتني انك هتعيشني في حياة سعيدة قلت هتعيشني في الجنة ستلاقيت نفسي في جوهنم جوهنم؟ بص حواليك يا هاني دي جوهنم دي؟ ولا ده عز عمر اهلك ما حلموا بيه؟ انت اللي فراغت عينك منعاكي من انك تتمتعي بالعز ده جنة من غير ناس ما تندس ناس مين يا مناس؟ انا خلاص فوقت وعمري ما حامش ورا كلامك تاني انا خلاص اتخنقت طلعوا في في الجنينة شوية ولو عندك شوية دم صغيرين هتحس بالهوى وهو بينعشك انا خلاص ما بقتش طيقة الفيلا دي بقت حسها سجن طيب انا بقى هخليها لك سجن بجد ايه يا سعد هتعمل اي تاني؟ حقفل عليك الباب المفتاح وحسايب الكلاب في الجنينة عشان رجلك دي ما تخطيش برعاتها بتجفل لك الكلاب؟ لا يا سعد ايوها هتعمل كده بجد؟ عشان تبطل تخرجي وتروح تشتكيني لامي طيب يا سعد انا اسفر مش هعمل كده تاني عشان خطري مالكيش خطر عندي زيك زي الكرسي والكنابة دول اه يا علاق يا علاق نعم اصعد فيك سيب الكلاب في الجنينة وقف الباب الفيلا كويس وياك اياك المدام تخطي برعاتها بت الفيلا حاضر يا باشا اشتركوا في القناة